السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات غالياتي مرحبا بكم كامل اللي دخلتوا القناة نقلكم نورتوني صلوا سلموا كامل على رسول الله مرحبا بكم غالياتي أني متأكدب للوصفة عنهر اليوم رايحة تفرحكم وتفرح عائلتكم بإذن الله أكيد وصفة رايحة تكون بسيطة بنينة اقتصادية جدا ما فيهاش يوخت ما فيهاش يعني سكر ما فيهاش فانيليا ما فيهاش مارغارين ما فيهاش زيت ما فيهاش بيض من أرواع ما يكون صلوا سلموا كامل غالياتي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبدأوا باسم الله أول حاجة هنا فيك سرونا رايحة نحط أربعة كيسان تحليب مع هاد الحليب رايحة نحط كيس تفلون بوزن خمسين غرام هذا الكيس اللي نديروه في نصف لتر أنا درت ذوق الكارامل تقدروا ديروا ذوق لافاني رايحة نحط عليه ثلاث ملاعق كبار تعميزينة اللي هي نشا ذوق هنا اللي بدأت نخلطهم نروح مباشرة نحطهم على النار اللي راي تشوفي هاد الفيديو قولها حبيبتي مخسرتي ولو كتحطي لي جام يعني انتي وشوكي خاسرة اطلعي الفوق حطي جام زيدي حطي يحطي تعليق الله يهنيك يساعدك ويفرحك ويعطيك ما تمنيتي اكيد في هاد العواشر ان شاء الله انا اقول لكم بلي نعشق ونحب نقرأ تعليقاتكم يعني كتحطهم يقعد غني السنة اي تعليق يتحبط علي ونشوفه ونقول هذا اذا طلع علي المورا الله يطلع علي المورا ان شاء الله لي حطاتو امين يا ربي اجمعين ولا ما حبيتوش معليش غالياتي نارمان والله ما نزعف منكم هاكذا حبيباتي خذوا راحتكم وهنا يا البنات شوفو حطيت هذيك الكسرونة وبقيت انخلط بالفوي حتى رفضت لي غلية ضروري ما تحبسوش من التخلاط هنا عليك غلات وعقدت رايح نطفي عليها رايح نجيب هاد الكيسان لهاد لي فيغين اللي كنا ديج اخدمنا فيهم مقبل انتم مخدمو فاش تحبو نحي اول حاجة كأس الا ربع من هذك الخالط نحطوه بجيه للتزيين والباقي نقسموه هنا تحبو ديرو لي فيغين كبار صغار كما تحبو هذو شفتو اخدمنا فيهم في رمضان يعني كانوا يتباعوا ستا وقيلة بخمسة وعشرين الف نسيت ولا ثلاثين الف المهم خدمت حطيتهم كامل هنا هذك الخالط قسمتو على هاد لي فيغين خرج لي خمسة من بعد جبت هنا غيلاف شفف وقعدت نغلف في السطح يعني تهاد الكريمة ولهاد تحلية هكا بش مدليش قشرة كي تاكلوها كي تاكلوها كشغول ما تعجبكم ونحط عليها ثلاث ملاعق كبار تعكريمة شونتي انا لبنات هنا شي تقس خمسة لافي يعني كفاتني وبقالي منها هنا عندي رشة يعني نوعا ما مليحة على الملح لبنات ما تنسوها شد الرشة على الملح ديروها تعطيكم ذلك فرق بين الطبقات يعني تدي طبقة الفقانية والليل تحت ما تشبوش لبعضهم البعض هذه تمييزها الشونتي وهذه الرشة على الملح ستقوني ديروها بل يكن تنسوها هنا بقي تنطلع في الأول طلعتها حوالي زوج دقائق ولا ثلاثة من بعد ترى حندلها لحليب أنا عندي الحليب بارد هنا تحطوا انتم بالملعقة البنات وتشوفوا حتى تتحصلوا على هذك القوام الرائع لشبه الكريمة وهذه ملعقة اللولانية وهذه الثانية وانطلع البنات هناك تطلعوا وطلعوها مليح حتى تتحصلوا على خليط يكون خفيف شوفونا هنا بنتلي بلي زوج ملع اكبر منها انتم على حساب نوية الكريمة شونتية اذا كانت خفيفة ولا ثقيلة هي تعطيكم النتيجة هنا وتبانلكم ابقوا وتطلعوا البنات حتى تتحصلوا على خليط يكون خفيف هنا قريب توجد خلاص البنات تشوفوا نحية الكيس البلاستيكي لقدرتهم من فوق حتى تعطيكم يعني من بعد القوام يكون طري وشباب أنا عندي هنا بيسكوي وعندي حبات بانان هذا للتزين لكم الاختيار هنا اما تحبو تديروه ولا لا تحبو تديرو بيسكوي مع الكوكا وتحبو تديرو البانان مع الكوكا ومحمص اكيد ومرحي يكون محمرة مليح لكم الاختيار لما تحبوش هذيك القرمشة اللي في البيسكوي تقدرو هنا تشربوه ولا تديرو مادلان جنواز اللي تعجبكم ديروها قسمتها هنا ما بين هذي فيغين يعني غللت تزين بركو بنا تقدرو نديرو غلل البيسكوي بلا ما تديرو هذيك الحبة على البانان ولكن تزين بنا اكيد هذي باين هذيك الكريمة حطيتها هكا في لابوش في هالا دوي ونزينها بهذا الطريقة والا وصفة سهلة بسيطة من اروع ما يكون هاي كغاليتي وصفتنا النهار اليوم شوفوا انا هنا مش كدرت لها كنت عندي شوية كرامان كنت حطيتها من فوق ثم الى ما عندكم تقدروا تربيو لها شوية شوكولة ولا ديروا لها شوكولة مذوبة ولا تخلوها هكا لكم الاختيار انا برك على جل التصوير بشيبان يعني الشكل الشباب وواضح صدقوني البنات من اروع ما يكون شفتم مقادرة بسيطة جدا يعني حتى السكر ومدر مالهاش غرب هذك الباكيت على فلوم وشوية حليب واكيد للتزيين لكم الاختيار حبيت هنا نوريها لكم شوفوا ذيك الكريمة الطبقة الفوقانية جي كريمية خفيفة رائعة مع هذك الطبقة اللي تحتر الدبال كنتنسوا ذيك الرشة على الملح في الطبقة الثانية وإلا ما شح تتحصلوا لنتيجة تكون يعني اللي رانا نحوس عليها ظال البنات هذه هي وصفتنا لنهار اليوم ما تنسونيش أكيد بجام وتعليق ولي دخلت القناتي جديدا مرحبا بك حنون انت نورتين يا عمرتي استركي في قناتي هكا باش تكون عندك يعني قناتي وتحتفظي بها وكي نحط جديد تشوفي هذو الصور اللي كنت حطيتهم لكم قراب باش تشوفوهم أحسن وما تنسوش باش تجربوا الوصفة فقط اللي بنات هنا في آخر الفيديو أنا كنت حبي تنذكركم بلين دارت لكم طمينة على وصولها بكتفو الصور بالنسبة لطمينة لبنات ضك يوصلكم الصور إذا كنتوا حابينها رايح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ولا رايح نخلي لكم في التعليق المثبت ولي ما تعرف لا صندوق الوصف لا تعليق مثبت تقول لي أمر راشيد أعطيني وصفة الطمينة هذه هي وصفة الطمينة كنت بدرتها جديدة فيها أنه التحماص ساهل بلا ما تدري يعني بالشوية وتقعد تحمصي فيها تتكون طريقة ساهلة جدا قوى على آخر غاليتي في فيديو جاي إن شاء الله وتنسونيش أكيد بدعاكم نحتاج أنا ثاني دعاكم السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته